اشتركوا في القناة العصير الاول فيه البرتقال وفيه الليمون الحامض ونضيفه عليه فاكهة الموز كي يجي خاتر وكي يجي بنين بزاف العصير التاني عبارة عن عصير بالليمون الحامض فقط كي يجي بحل المشروب الغازي تماما كي يجي منعيشه رائع جدا كنتم نتجربوه والعصير التالت هو عبارة عن كيفية تحضير ريبي جاملة في البيت بمضاق اللي كي يجي مميز والديد بزاف ونجح من المرة اللولى الان غادي نبدو بالعصير اللول اللي غادي نحتاجو خمسة ديال البرتقالات الى كان الليمون كبير الحاجم كنديرو خمسة ديال البرتقالات الى كان الليمون صغير الحاجم بحل هذا اللي استعملت كنستعملو سبع برتقالات وعندنا حبة واحدة من الليمون الحامض اللي كتكون كبيرة ومغسولة جيدا انا غادي نزول طريقة ديالتحضير كنناخدو البرتقال كنقشروه كنزولوه للقشور وكنزولوه للقشور البيضاء اللي كتكون بالداخل ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ونزول لها البودور اللي كتكون في الوسط ضروري تحيدوا لها البودور متخلوا فيها تشي وحدة بش ما تعطيكم مش المرورة هنا يعندي نصف قشور حبة ليمونة واحدة بعد ما غسلنا الليمونة جيدا بالماء نشفناها مسحناها وحكينا في الحكاكة اللي كتكون رقيقة خذينا فقط نصف كمية دي القشور ديالها لان كنجيبو في الخلاط الكعربائي كنوضعوا لتر ديال الماء البارد وغادي نضيفو عليه نصف الكمية ديال هاد البرتقال مع الليمون الحامض غادي نضيف نصف الكمية ديال القشور لغادي نطحنو على جوج ديال المرات ما غاديش يزلي الكاس هاد الكمية كلها ديك شيلاش غا نقسمو على جوج وانطحنوه مزيان الآن بعد ما طحنا البرتقال مع الليمون الحامض كنجيبو الصفايا وقد ندير واحد اللي ايناء تحت منها وغادي نصفيو كيف العادة غادي نصفيو باش نزولو هاتو الخيوط اللي كيكونو في الليمون كنحصلو على واحد الكمية اللي كتكون نبأسة بها المدق ديال هاد الالعاصر هادا كيجي هائل جدا كنت منتجربوه هنا بعد ما صفيتو غادي نعاود نرجع هاداك الخاليط اللي صفيت هاديك القشرة اللي صفيت منو دوك الخيوط كنعاود رجعو من الخلط الكعربائي باش كي يتعاودو يتحنو مزيان الان ضفت نصف لتر ديال الماء في الكأس ديال العاصر وغنضيف عليه ما تبقى من قشور الحامض وما تبقى من الليمون والحامض بنفس الطريقة غادي نتحنو مزيان لان بنفس الطريقة بعد ما كتطحنو العاصر ديالنا كنعاودو نصفيو في الشبكة اللي كتكون رقيقة كنصفيوهم مزيان حتى كي يحيدو لنا قاعدو كل خيوط اللي كي يكونوا فيه كيبقوا لنا في الشبكة لان غادي نضيفو عليه فاكيات الموز عندنا ثلاث حبات من الموز اللي كيكونوا كبار عندنا السكر اللي كيبقى حسب الضوق كنجيبوه خلاط الكهربائي كنوضعو فيه الموز اللي مقطع قطع صغيرة باش تغيك يتتحن هنيا كيبقى حسب إلا بغيتوه خاتر كتزيدو فيه الموز أكتر باش كيجيكم خاتر وكنضيفو السكر حسب الضوق للعاصر هادا كيجي لديد بزاف مو نعيش انا مسأكلي اللي جربتوه تبقىو ديما تديروه وغادي نضيفو العاصر اللي تحنو وصفيناه وغادي نعاود نتحنوه عادي غا نعاود نتحنوه فتحانا حتى كي يتحن مزيان غاستمر بنصطريقة حتى غادي نكمل الآن هنا بعد ما تحنتوه كنحصل عليه بهات الشكل هادا تيجي رائع ومنعيش وكيعطي واحد الكمية اللي هي كتير شوية بنفس الطريقة كنعاود الكمية المتبقية كنعاود نضيف الموز هنا أنا غادي نعاود نضيف حبة وحدة من الموز تقريبا ندرت فيها حبة دي الموز اللي كيكونوا كبار وغادي نعاود نتحنوه بنفس الطريقة وكنقدموه بألف صحة وعافية الآن غادي نتاقلوه نشوفوه الوصفة التانية اللي فيها العصير هاد العصير هدا كيجي بحل المشروب الغازي تماما كيجي منعيش رائع جدا فيها نضيف الحبات من الليمون الحامض كيسوح من السكر فاني والسكر كيبقى حسب الضوغ الآن بنفس الطريقة خدينا الليمون الحامض قشرناه زهولنا له القشور البيضة قطعناه على شكل لوائر وزهولنا له البودور اللي كتكون بالوسط ضروري تنقيه مزيان حتى تحيدو له قعدوك البودور اللي كيبقى وفيه هو القشور البيضة لأنه هي اللي كتعطينا المرورة في العصير وعندنا هناك قشور ليمونة واحدة اللي مغسولة جيدا لا نسحوها مزيان كنشفوها كنشفوها باش ما تعطيناش المرورة لأنه إلا كان في هالموحنا حكيناها كتعطي المرورة إلا نشفناها ماكتعطيناش المرورة كنحصلو فقط على نقهة الليمون الحامض لأن في الخلاط الكهربائي كندير ليتر دي الماء عندي إطر دي الماء كنضيف عليه الليمون الحامض وغادي نضيف عليه قشور الليمونة وغادي نطحنوه جيدا السكر والفاني سوف نضيفهم بعد ما سوف نطحنه الآن سوف نطحن العصير مزيان مزيان حتى يطحن جيدا سوف نصفيه هنا بعد ما طحنت العصير سوف نصفيه في شبكة دائما دوك الخيوطة كاملين الحامض يبقى عندي الفوق هذا العصير هذا يفقد لكم من قبل ويجي رائع ومنعش جدا المدق دياله لديد انا اطيتكم هاد الكيميا ممكن تعفو المقادير يلا بغيتو تحصلوا على كيميا اكتر الآن هنا بعد ما صفيتو هادوك القشور اواف و هادوك الخيوط ديال الليمون يبقى كلهم في الشبكة ونزولوهم ونحتفظو فقط بمركز الليمون الحامض الآن غادي نرجعوه في الخلاط الكهربائي وغا نضيفو عليه السكار الفاني غا نسموه بالفاني كيتوتع معه بواحدة شكل عجيب ممكن تديروه الى ما بغيتوش تديروه السكار الفاني ممكن تديروه انك هادية الفانيلا وغادي نضيف السكار اللي كيبقى حسب الضوك كتبقى تضيفو السكار تحنوه الضوكو حتى تشوفوه الكمياء او الحلوة اللي بغيتو نتومه وغادي نعود نتحنوه مزيان صافين بعد ما غادي نتحنوه ما غاديش نعود نصفيه غادي نقدموه مباشرة بصحة والرهب هنا العسير ديالي بعد ما طحنتو كيجي الى هات الشكل كتكون فيه الرغوة بحل مشروب الغازي تماما كيجيموه نعيشو رائع جدا ألم تكدات هاد العسير اللي جربته هتا هو غادي يقول لي معتمد عندكم ان شاء الله بغادي ننزو نشوفو الوصفة الثالثة اللي هي عبارة عن رايب جميلة ومحطر في البيت غادي نحتاجو في هاد الوصفة عادي عندنا السيرو غا نحتاجو كس ديال السيرو ديال الرمان هاد السيرو هادا اللي كيتواجد في المحلة التجارية وفي الحوانت ايضا عندي كس ديال حليب بودرة او 60 جرام ديال حليب بودرة نيدو هاد الساشي هادا الصغير عندي علبة من الياغورت بنكها ديال الموز او باي نكها بغيتو انا استعملتها بنكها ديال الموز عندي كس واحد ديال السكر الفانيلا عندي السكر حسب الضوق انا ما غاديش ندير السكر فقط كنت ديره بحطياتي باش الى ما كانش الحلوائيها دي كنزيت ولكن في الاخير ما تفتوش عندي نس كاس من الماء بارد وعندي لتر من لبن لبن ماشي الحليب هاتا لبن ديال الباكية كنزيت عملو ايطر ديال البن لان منسبة طريقة ديال تحدث سهلة جدا فالخلاط الكاربائي غنزير كاس ديال الحليب بودرة نيدو غادي نضيف عليهم كاس ديال السكر الفاني وغادي نضيف علبة ديال الياغورت بنكها ديال الموز او باي نكها كتفطلو هادي المشروب هادا كيجي رائع جدا حسن من اللي كيتبع في الزنقاء منعيش احتوى ولذيذ بزاف غادي نضيف هادا كنزكاس ديال الماء وغادي نضيف لتر ديال البن كتفطلو بعد ما ضفت البن غادي نضيف كاس ديال السيرو ديال الرمان هنا بنسبة الكاس اخديت القياس فقط بالكاس ديالاتي كاس ديال الشاي اللي كيكون متوسط ماشي كبير وماشي صغير بساف كان عمرو وكان نضيف كاس من السيرو هاد السيرو هادا في السكر حلو داك شي لاج ما عاديش نضيف السكر بعد ما طحنته وضقت لقيت ان السكر وعدك ما كينلاش نضيف السكر دا بغادي نضيفه لقوم زيان حتى كيندمج وغادي نضيفه بسحورها هنا فقط للتذكير فانا ما ضفتش لي السكر نهائيا كتفيت فقط بالحلوة ديال السيرو مع الياغورتة اللي ضفنا ما كيلاش ضيفه لي السكر كييجي هو هادا كدجي الحلوة دياله هي هادا كييجي لديت بزاف ورائع انا متأكد إلا جربته غا تصغنو على الجاهيز لأنه هادا كيجي المضيق دياله هائل وكتحكموا في النكهة اللي بغيتو كتضيفوا أي نكهة ديال الياغورت كيعطيكم النكهة اللي كتكون مميزة والديدة كنتمنى الوصفة ديالي وما تكون عجباتكم تجربوها لأنها كتستحق تجربة شاركوها مع الأصحاب والأقارب ديالكم بجدهم الفائدة شاركوها في المجموعة ديالكم على الفيسبوك جوجل كنتمنى يلاجبوكم الفيديو ديرو جيم تشاركو معايا في القناة إلا كتبقي ممشتركينش ضغطوا إلى الجرس لكن حتى زيل الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد نتلقوا في وصفة جديدة إن شاء الله شكرا للمشاهدة